الخبر كان صعب كان خنقل للكول كان هز بكل البلد الله يرحمها كانت قريبة للكول احنا كنا كل واحد يعني بحياته الشخصية بشغله ببيته اجينا التلفون وكلهاتنا روحنا على المحل وين كانت هي موجودة وقالوا انه نقلوها بالامبلانس كملنا على المستشفى بالبداية قالوا لا ان شاء الله بسيطة والقلب بدوء وكل شي تمام بعدها امتلعنا الخبر التعيس يعني للبلد وللأهل وللكول يعني الحمد لله رب العالمين سماعكم الخبر كنتم متواجدين في مجد الكروم في من اللي كان اه وفي من اللي كان لا انا كنت شخصيا لا انا كنت برنبا معن بزور ناس يعني بس الوالد والوالدي اللي ها كانوا موجودين تلاقوا الخبر بس احنا لمن ايجانا الخبر ما ايجانا انه هم يتوفي ايجانا اكلتهوا في عندها شوية رضوات وشغلات وراحوا لغد فالمن هروا على المكان وكل شي لاقوا الاشي انه لحد اصلا الحمد لله يعني على امل زي ما بقولوا الحمد لله رب العالمين صار اللي صار تحكينا اكثر على المرحوم يا رجوان صدقني مش عشان بنت اخوي اسف صدقني مش عشان بنت اخوي بس صعب صعب عن جد اوصف لك اليك اولى المشاهدين صعب قدي قلبها طيب قدي سموحة قدي مسامي اسمها عرايب مستحيل تشوف اللي ها صورة ما بتبسميش مستحيل مستحيل طلع لكل صورها دائما ما بتسمي اذا بتني وجد في مجال لصحباتها لاشي هي صحبة العرس هي الكل بالكل هي اللي بتنتروحها للكل اذا بتحب انسان بتخلص له للموت والحمد لله رب ومستحيل يعني تكون اذة انسان ومتوقعش مش عشان انا عمها ما توقعش انه ارجوان بنت اخوي مرة ذائعة انسان او جرحت انسان مستحيل ما توقعش شو كانت تموحاتها احلام شو كانت تموحاتها احلامها اي صبية مدت تتعلم احطتش مجال معينة برأسها بدت تتعلم وبدت تقدم بحياتها كانت عمال تشفل عند الجماعة والحمد لله ومبسوطة اه زي الصبايا تحط لها كمين شكل على جام تروح لها كمين مشوار تسفر لها كمين سفرية وتكمل تعليم بغد النظر المجال كانت تختاره لقدام اللي احنا ما عرفنوش يعني بس هي كانت تتعرف والله يرحمه الحمد لله وانت كان اخر حديث بينك وبينها اول انبارح كنا عندهم بالبيت احنا ديوانا انا وياها والعيلي كل احنا منلتي اجمالا مرة بالاسبوع مرة بالاسبوعين عندهم بالبيت الحمد لله لمات حلوة وقعدي حلوة معي الكل وقعدنا وضحكنا اعداد ارجوان هي ضحك ارجوان لما نبتني وجدت في بسمي في ضحك في زي ما بقولوا يعني بالمجمل الاجنب يعني في اكشن بس اكشن إيجابي رسالتك للناس بعد هاي الحدث اللي صارت في مجلي كروم نوعه بس نوعه مش اكثر نوعه حياة حمودي كان أكثر من أخو الله يرحمه حياة باء طب احنا من عشرين سنة بعده ما حدفاء بالبلد بعده مجلس مفاقش محدفاء مجلي كروم سبت عشر ألف نسمي فيش غير ثلاث أربع ملاجئ طب وين الناس بتها تروح طب الناس اللي عندها بيوت قديمة ومسطورة فيش عندها ملجأ ويندها تروح يعني تقول له السنوخ تعال خذني طب ليه طب احنا عم نشوف ليش عندي واد عمنا اليهود في بدل ملجأ ألف نحن بدناش خمسين ملجأ بدناش ميت ملجأ يا أخي يا أخي يا أخي المطي يكون عندنا عشر اتنعشر ملجأ والحمد لله لك أبو ربك بد يسير هي يمكن لو بدارها ماتت يمكن لو انه بسيارتها ماتت لو انه بمحل ثاني ماتت والعلم عند الله بس يا أخي قدر الله وما شاء أفعل ربك قال اعقل وتوكل يا أخي طب وين العائل رئيس المجلس اللي عندنا الحال او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله يعني مش بس اللي مصليبي طب وين وين احنا لجب نستنى تأيسير عندنا الغلق وبعدين من فيه طب ليه يا عم الملاجئ الوعي وللشباب كلها كل شاب مبارح أو صبي آزرت واتصلت وراحت وشافة رجوان بارك الله فيكم شكرا لكم من القلب والله بارك الله فيكم بس يا جماعة من شاء الله هذا نداء مني أنا من دوح المنيب لما انتسمعوا الزمور يا عم تخبوا تطلعوا وش تصوروا تطلعوا وش تشوفوا اشي من شان الله يا عم الله يرحمه بارك الله فيك شكرا لإلك وللكل في عندي بس كلمة لأخ عز الدين حوراني من مجل كروم بارك الله فيك عم معزوه شكرا كثير للي عملتم بارح وعنجات شكرا من القلب لإلك ولأخ كمان محمد قبله وبارك الله فيك وبالليل كمان بقدرش أنكر بارك الله لكل إنسان بلجنة الطوارئ داعب معنا بالجنازة ظل معنا للآخر اتحملونا وتأسموا معنا كأنه البنت بنتهم بارك الله في كل إنسان داعام وكان جنبنا وأي إنسان مدئد يخلف عليه كل إنسان يتصلي أنا ممدوح شكرا من قلبي والله شكرا من قلبي شكرا لإلكوا كمان يعني هاي لجة المرة الأولى اللي يسقط فيها سواريخ في مجل كروم قبل أسبوع عشر أيام كمان كان سقوط في برد الكروم ولكن بلطف من الله لم تكن هناك يعني خسائر بالأرواح بالأمس كان الإشي أكبر وسقوط السواريخ على أكثر من المكان وبشكل بشكل أكثر أدى بحياة أرجوان وشاب من قرية البيان المجاورة اللي تواجده في المكان اللي سقط فيه الساروخ وهناك العديد من الجرحة وضمار كبير الخبر بدأ يتناقل منذ حدوثه بأنه خبر جدا جدا صعب وتوجدنا في المكان لا يمكن وصف يعني ما رأيناه في ساحة ما تسمى ساحة معركة يعني يعني جرحة ومصابين بشكل بالغ وضمار يعني ساحة لا يمكن وصفها جدا جدا صعبة وفي النهاية انتهت طبعا بهذا الخبر المؤلم والمحزن للبلد بأكملها والمنطقة بأكملها يعني المرحومة رجوان كانت تعمل في المحل التجاري نعم تعمل في هذا المكان كانت في عملها يعني بدأت عملها قبل بربع ساعة من سقوط من سقوط الساروخ تواجدت في مكان عملها وسقط الساروخ في هذا المكان تحكينا أكثر عن مرحومة رجوان يعني زيها زي أي شاب في مقتبل عمرها لديها أحلامها لديها طموحاتها لديها برامجها لبناء حياتها يعني لديها مثلها مثل أي شاب أو شاب في هذا العمر أتت هذه الحرب اللعينة هذه الحرب الدموية وقضت على كل ما كانت تفكر فيه وكل ما كانت تخطط له وكل ما كانت تبني له كأي إنسان عادي لمستقبل ممكن أن يكون مستقبل هذا بخصوص قضية الملاجئ في مجلد الكروم وقضية العبرات يعني طرحناها بالأمس يعني هناك أسئلة نحن نريد الإجابات عليها مجلد الكروم ليس فيها ولا أي ملجأ عام يعني هناك ملاجئ في المدارس بوجود في المؤسسات العامة وفي المدارس حتى الملاجئ المتواجدة في المدارس لا يمكن أن تحمي جميع طلاب المدرسة اللي متواجد فيها الملجأ إلا تحمي قسم منه ملجأ عام في مجلد الكروم ما فيش في فترة الحرب يعني عملونا مليحة منو علينا بست هاي المباني الصغيرة ما يسمى بالميقونيوت التي توزعت على البلد اللي لا يمكن يعني أن تحمي نصف بالمية من عدد السكان حتى أن المجلس المحلي يعني وقسم من المجلس المحلي لا أفكرة يعني استثنائية اللي جاب العبرات بواسير للصرف الصحي اللي لم يتم استعمالها الكبيري وضحها في أماكن لكي يتحمي الناس يعني نحن في سنة الفين واربعة وعشرين نبحث عن عن حلول اللي نختبئ في سنة الفين واربعة وعشرين نضع العبرات اللي كي نختبئ فيها لا يوجد ملاجئ أمر مؤسف للغاية التمييز في هذه النقطة صارخ صارخ يعني أنا بمنطقة الشغور هناك خمس وخمسين ألف مواطن في منطقة الشغور في منطقة الشغور هناك ثلاث بلاجئ عامة كرمائل خمس وخمسين ألف مواطن نفس عدد السكان مية وستة وعشرين ملجأ عام موجود في كرمائل يعني لماذا حياتنا رخيصة بهذه الطريقة لماذا هذا التعامل يعني أنا أقول منه وبمسؤولية وعن معرفة يعني هناك أراضي في مجل كرم بملكية الدولة هناك أراضي بملكية القائمة على أملاك الغائبين يعني أراضي بتصرف الدولة موجودة ما بين البويت لماذا لا يتم التخطيط وإعطاء المزنيات لبناء بلاجئ لحمايتنا هل أصبحت حياتنا يعني غير مهمة هذا السؤال وجب الإجابة عليه منذ الأمس يعني أطلقنا حملة بهذا الصدد نحن لن ننتظر بعد لكي ندفع أثمان بحياتنا سنقوم بحملة كبيرة جدا ببناء فوروم شبابي في مجل كرم للمطالبة بحقوقنا هذا حق لإلنا نحن ندفع الضرائب يبنون الملاجئ في الملدات اليهودية من الضرائب التي ندفعها ولا يبنون لنا ملاجئ وضعوناك يعني ناس اللي منسية حياتي الوكيد أنه حياتنا لا تسوى شيء مؤثف جدا بعد الحدث اللي صارت هل في جهات معينة تواصلت مع العيلة لا لا ما في جهات تواصلت مع العيلة كالعادي كله بدي تواصل عشان يعزل اليوم وكله بدي تواصل عشان يوقف جنب العيلة ولكن مش هذا مطلوب العيلة يعني نحن البلد بأكملها في خطر يعني هناك كمان قتلة تانين وهناك كمان جرحة تانين وفي الأسبوع الباضي كمان كان في جرحة ونحن لا نعلم ما سيحدث بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بكرة بلد بكشوفين الخطر نحن عشرين ألف نسمة في مجد الكروم بكشوفين الخطر لا يوجد ولا أي ملجأ عام ولا أي مكان